موسيقى اذنت وزارة الصحة الاسرائيلية ارتفاع عدد الوفيات الى 11 شخصا وتشخيص اصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الاصابات الى اكثر من 3000 اصابة من بينهم 49 في حالة خطرة ورجحت مسؤولة في وزارة الصحة الاسرائيلية ان يصل عدد الاسرائيليين الذين لا يتنفسون بقواهما ذاتية في غضون يومين او ثلاثة ايام الى المئات على ان يرتفع عددهم في غضون اسبوعين الى الالاف بسبب كورونا وقدر عدد الخاضعين للحجر الصحي بعشرات الالاف بينهم 55 طبيبا اعلنت الحكومة الاسرائيلية عن تقديم حزمة من المساعدات بقيمة 80 مليار شكل لدعم اقتصاد البلاد يشمل تقديم مساعدات مالية لمن بلغ عمره 67 عاما فما فوق وذلك في اطار المساعي لتخفيف الاعباء الناجمة عن حالة الطوارئ في البلاد هذا وسيتم ضخ نحو 10 مليارات شكل في ميزانية الصحة كما وسيتم ضخ ميزانيات لتمويل المتضررين من العاملين في القطاع الخاص بالاضافة الى تمويل مخصصات البطالة ايضا هذا وتأتي الخطط الحكومية بعدما وصل عدد العاطلين عن العمل الذين طلبوا تلقي مخصصات البطالة من مؤسسات التأمين الوطني الى نحو 800 الف موظف وموظفة في انحاء البلاد يعملون في القطاعين العام والخاص هجم كل من رئيس حزب يشعتي ديائر لبيد ورئيس حزب تيلم موشي يعلون بني جانتس الذي كان حليفا لهم على خلفية انتخابه رئيسا للكنيسة هذا وتهم كل من لبيد ويعلون جانتس بانه استسلم دون قتال وزحف الى حكومة نتنياهو كما ورفض حليفاه تفسيرات جانتس بان ازمة كورونا تتطلب اقامة حكومة وحده وقال لبيدين جانتس يساعد نتنياهو على اقامة حكومة اخرى مضيفا ان ازمة كورونا لا تعني ان يسمح جانتس لنفسه التخلي عن القيم في اشارة الى تصريحات جانتس بعد الجلوس مع رئيس حكومة يواجه لوائحاتها لم تستقر بعد العصفة السياسية التي احدثها انشيكاكو باني جانتس عن حلفاء الامس ودخوله الى حكومة وحدة مع بنيامين نتنياهو الا وقد بدت علامات الخوف لدى جانتس من مدى صدق بنيامين نتنياهو في التنازل بعد عام ونصف العام عن منصب رئيس الحكومة سيحصل جانتس بموجب الوحدة على خمس عشرة وزارة من بينها وزارة الامن والخارجية وبالوحدة بين الحزبين ستتشكل حكومة واسعة بتأييد اربعة وسبعين عضو كنيست خطوة جانتس وضعت كل من تحالف معها سابقا في مأزق المستقبل ودفعتهم نحو المعارضة نحن القائمة الاكبر بالمعارضة وجوهريا سنكون المعارضة الجوهرية بكل مناحي الحياة سنمثلكم بشراف بهامة مرفوعة ومهما يبدو الأمر سيئا ولكن عبرنا من هم أسوأ منهم وحافظنا على انتمائنا وعلى قمتنا وعلى نجاحاتنا وسنعبر هذه المجموعة أيضا وسنحافظ على نفسنا وسنتطور معا ولدت مشوهة حكومة جانتس وبنيامين نتنياهو الجديدة ويبدو أن الخسائر الآن في صفوف الحلفاء وطبقى أزمة جانتس هي في الانتخابات الرابعة والعشرين أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 91 حالة في الأراضي الفلسطينية بعد تسجيل سبع حالات جديدة وعلفت ملحم إلى وجود نقص في شرائح فحص الفيروس داخل فلسطين كما باقي دول العالم فيما تسعى الحكومة الفلسطينية جاهدة لتوفيرها إلى جانب أجهزة التنفس والملابس الواقية كما أكد على العمل بمجب اقتراح منظمة الصحة العالمية بوضع خيم أمام غرفة الطوارئ بالمستشفيات الفلسطينية والتي ستكون من أجل فحص المرضى قبل دخولهم لأقسام الطوارئ بهدف الفحص الأولي وقبل مخالطة المرضى لطواقم الطبية في الجمعة الأولى منذ انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ومدينة القدس خلت شوارع البلد القديمة من المصلين الوافدين لصلاة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وكان مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية قد أعلن مطلع الأسبوع عن تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك مع استمرار رفع الأذان بالأقصى في كافة الأوقات وذلك لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية للوقاية من انتشار فيروس كورونا كما وأغلقت كنيسة القيامة قبل عدة أيام وبقرر من رؤساء الكنائس في مدينة القدس وهو إغلاق مؤقت لمدة أسبوع لكنه يتزامن مع فترة الصوم واقتراب أعياد الفصح المجيد حيث خلت طرقات البلدة القديمة من المؤمنين والسياح الذين يحتفلون بالشعائر الدينية خاصة درب الصليب كل يوم جمعة في مثل هذه الأيام المعترك مع فيروس كورونا يستمر ويستمر معه التنكيل في تمثيل المجتمع العربي فبعدما أقيمت لجنة الطوارئ الحكومية المخصصة لمحاربة الكورونا اتضح لجمعية سكوي للعيش المشترك بمساعدة نواب من المشتركة عدم وجود تمثيل للمجتمع العربي في جميع الأذرع المحاربة للفيروس ما دفعهم إلى تقديم مكتوب وطلب عقد جلسة خاصة مع الجهات المسؤولة أن هذه الاحتياجات الخصوصية لا تلقى التعبير الملائم لها في مراكز اتخاذ القرارات في الوزارات الحكومية نحن في جمعية سكوي الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة المدنية نعمل على صياغة مطلب عاجل من الكنيسة ومن الجهات المختصة بوجوب تمثيل المواطنين العرب واحتياجاتهم الحقيقية وأيضا خصوصيتهم في مراكز اتخاذ القرارات الحكومية المشهد لا يبدو مختلفا عند كل حرب خاضتها إسرائيل يقول مراقبون أن استثناء المتحدثين باللغة العربية من وزارة الصحة ولجنة الأمن القومي تمارس من قبل مركز القرار المستثنى منه المجتمع العربي أيضا منذ عقود فالخصوصية العربية في دولة قانون القومية باتت ثقلا على المجتمع الآخر هناك ثلاث أبعاد أساسية عمليا في إدارة هذه الأزمة البعد الأول وهو البعد الإداري عمليا تدير الأزمة بالأساس مكتب الرئيس الحكومي ومع ممثلين من 16 وزارة بغياب تام لأي تمثيل عربي في هذا المكان نحن المجموعة الأضعف والمجموعة الأكثر تضرروا ممكن بهذه الأزمة ليس لنا تمثيل في إدارة هذه الأزمة البعد الثاني وهو البعد الصحي وطبعا في البعد الصحي ينقصنا عمليا الفحوصات ينقصنا مراكز ضبية لإجراءها الفحوصات وعمليا لقاءنا كان مع مدير وزارة الصحة الذي لم يأتي بأي جديد فقط الأشياء التي سمعناها في الإعلام ومن خلال المقابلات الصحفية معها البعد الثالث وهو البعد الاقتصادي نحن المجموعة التي ممكن أن تكون الضحية الأكبر لأثبت الكورونا تلك الاستثناءات يقول مراقبون لا تشير إلى نقص القدرات البشرية في المجتمع العربي أو إنعدام الخبراء فيه بل تلك نتيجة تحريض يمارس من أعلى الهرم إنسجاما مع طيار اليمين المتطرف في البلاد تسارعت وطيرة تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا اتشهد معظم دول العالم ارتفاعا في حصيلة عدد الوفيات والإصابات فيما اتخذت بعض الدول إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الفيروس ولا تزال إيطاليا متصدرة دول العالم من حيث عدد الوفيات وفي أحدث مستجدات الأخبار العالمية إصابة رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بفيروس كورونا جاء ذلك خلال الفيديو نشره عبر حسابه الشخصي في موقع توتر حيث قال على مدى الأربع وعشرين ساعة الماضية عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة كورونا إيجابية مضيفا أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس هذا وتصدرت الولايات المتحدة الدول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد ارتفاع حصيلة المصابين أكثر من 80 ألف مصاب وبذلك تفوق الولايات المتحدة الصينة في عدد الإصابات لأول مرة منذ انتشار الفيروس وفي الصين عبر الرئيس شي جين بينك في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة مع نظيره الأمريكي عن استعداده لمساعدة الولايات المتحدة بالسيطرة على كورونا معربا عن أمله بأن تقوم واشنطن بخطوات لتحسين العلاقات بين البلدين وجاء في تصريح للجنة الصحية الوطنية أنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة جديدة وأن كل تلك الحالات باستثناء واحدة قدمت من الخارج وأسجلت الصين 67 حالة جديدة اليوم السابق أما إيطاليا التي تسجل الحصيلة الأكبر عالميا من حيث عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا فإن علماء فيروسات حذروا من أن البلاد لم تشهد الأسوأ بعد لافتين إلى أن العدد الفعلي للحالات الإيجابية هناك يصل إلى خمسة أضعاف العدد الرسمي وما زالت إيطاليا تسجل عدد وفيات وإصابات يوميا لتتخطى الصين في عدد الإصابات بالأيام المقبلة وعربيا أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها سجلت إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 490 حالة بينها 24 حالة وفاة أما المغرب تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات إلى أكثر من 270 حالة كما أنها ما زالت تسجل حالة وفاة جديدة ولبنان ما زالت تسجل ارتفاعا بحصيلة عدد الوفيات والإصابات لغم فرد إجراءات صارمة تصل إلى حد حظر التجول تعهد زعماء دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بدخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من ضيع فرصة العمل ونقصان الدخل نتيجة تفشي فيروس كورونا وبذي كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة كانت السعودية التي ترأس المجموعة حاليا قد دعت لعقد قمة استثنائية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في ظل انتقادات لبطء استجابة المجموعة لأزمة تفشي الفيروس الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم وأوضى بحياة نحو 24 ألفا ومن المتوقع أن يؤدي لركود عالمي وأبدى الزعماء وحدة تجاوزت أي مظهر للوحدة منذ تأسيس المجموعة خلال الأزمة المالية في 2008 و2009 وقالوا خلال القمة إنهم ملتزمون باتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الصحية الضرورية للحد من انتشار الفيروس وأضافوا في بيانهم الختمي أن مجموعة العشرين تلتزم ببدل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وحمل البيان نبرة تصالحية كانت هي الأبرزة للمجموعة بشأن التجارة منذ أعوام إذ تعهد الزعماء بضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود إلى جانب العمل على معالجة الاترابات في سلاسل الإمداد العالمية لكن المجموعة أحجمت عن الدعوة لإنهاء الحضر على الصادرات الذي تفرضه بعض الدول على الإمدادات الطبية على الرغم من أن الزعماء قالوا إن هناك حاجة لتنصيق الاستجابات المرتبطة بالتجارة الدولية بحيث يتم تفادي تدخلات غير ضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية وعبر زعماء المجموعة عن قلاقهم بشأن المخاطر التي تواجهها الدول النامية والأقل نموا خاصة في أفريقيا وفي تجمعات اللاجئين وأقروا بدرورة تدعيم شباكات الأمن المالي العالمية وأنظمة الصحة المحلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر